شوف أنا مو صديقي يا رضا بالحاش صديقي جدا وأحيانا ما نفهموش سياسيا ما نفهمش مثلا سرعة الانتقال من موقف لموقف وما نفهمش بالخصوص وهو الذي ينحدر من سلالة يسارية لا لبسة فيها ما نفهمش سر مهاجمته للاتحاد وهو يعلم علم اليقين أنه كل حد عمل المعركة مع الاتحاد العام بتونسي للشغل إلا وانتهت بهزيمته يعني سيري ذا في المقابل عادي جدا أنه سامي طهري يتكلم هذا الكلام لأنه أنا زادة أيضا نعتبر أنه من الكبائر اتهام الاتحاد بموالات بالموالات المطلقة لأي إن كان لأي إن كان حتى وإن كان رئيس الجمهورية والحكومة وراء أنه سلوك الاتحاد سلوك سوي وسلوك وطني وهو من جهة أكد موقف لا يلبس فيه وهو مع الحركة التصحيحية لـ 25 جويلة لكن ما بعد 25 جويلة على مستوى سياسي كان رافض للغموض في خريط طريقة الرئاسية وعلى مستوى اقتصادي واجتماعي كان واضح أنه حالة الانسداد الوصل إلى المفاوضات مع الحكومة يعني من جهة موقف واضح لا للرجوع إلى ما قبل 25 جويلة لكن لم ينبطح إلى ما بعد 25 جويلة والدليل هو أنه معارض على مستوى سياسي للرئيس في مخصص عدم تشريكه الناس وعدم القيام بالإصلاحات السياسية الضرورية بالتشريك أغلب مكونات الطيف المدني السياسي ومع الحكومة وصلت الأمور إلى انسداد شيء الذي دفعه إلى إعلان الإضراب العام يوم 16 وبالتالي أنه تونجي نقول الاتحاد يصطف وراء جهة ما هذا عيب في حق الاتحاد وهذا إنكار للدور الوطني للاتحاد والاتحاد عمره ما اصطف وعمره ما هو مش يصطف وراء أي إن كان حتى وإن كان رئيس الجمهوري وهذا معلوم ولو نرجع سريذا يعرف مليح لو يرجع لتاريخ الاتحاد يلقى أنه عندما يقتضي الأمر من الاتحاد أن يتحرك ويحرك قواعده يفعل ذلك من أجل خدمة المنظوريه ومن أجل خدمة الوطن والمواطن وبالتالي لا يمكن أن نوجه مثل هذه الاتهامات للاتحاد وراءه مش اليوم جابة الخلاص السري جابة أنا نقولها جابة الخلاص السري جابة تكرس قسمة التونسيين وتكرس الفرق قبل التونسيين وإذا كان فما شي يقوم به حركة النهضة الإخوانية فهو وراه الوبال على تونس وعلى التونسيين أنا هذا نقوله أنا نقوله الكلام مش يقوله سامي الطهري أنا نقوله وأنا كتبته أنا اليوم أول مرة جابة الخلاص هشمين ويرا هاجم اتحاد الشغل بشكل مباشر كما جاء على السين سري ضاب الحاج كانوا قبل بالعكس معناها صارت أكثر من غمزة الاتحاد الشغل فما حتى اجتماع صار الاجتماع الأخير والتحركات قدام المسرح البلدي فما أحد أعضاء اقتلاف الكرامة كيف جاء وحاول أنه يهاجم اتحاد الشغل وفي خطاب له هاجم الاتحاد ما هو وقعت محاولات لا متناهية عن محاولة جر الاتحاد إلى مربع النهضة وإلى مربع الحراك ضد ما يسمونه بالانخلاف فشل لأنه الاتحاد راوه مش حزب سياسي الاتحاد راوه عنده بوصلت الوطن وبالتالي لا يمكن للاتحاد أن ينجر وراه هذه الأشياء وإذا كان يعرف مليح تاريخ المنظمة الشغلة وتاريخ ابناء حشاد حتى يفهم أنه يستحيل أنه الاتحاد يمر ويستحيل أنه الاتحاد يضرب وحاولوا أنه في غياب التولف التام على الاتحاد حاولوا أنه يخربواه من الداخل وحاولوا أنه يضربواه من الخارج وحتى الرئيس في وقت بالأوقات أو جماعة مقربين من الرئيس أقلعوه أنه ممكن يصير أشياء مثل ما صار في اتحاد الفلاحين يستحيل معناه سيد رئيس هذه من الرابع المستحيل ورئيس يفهم لأنه نعرف الرئيس كانت علاقته دائما أنا نصور دائما علاقته جيدة جدا بالاتحاد أنا بالمناسبة مقالي اليوم الصادر في البيانة الإماراتية عنوانه والفتنة أشد من الإرهاب هي أشد من القتل أشد من الإرهاب نحكي فاعل الموضوع هذا محاولة زرع أسفين بين اتحاد عام تونس في الشغل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقلت لهم أنا في الأول والأخير من كانت بوصلته الوطن لا يمكن أن ينجر وراء الداعين إلى الفرقة وداعين إلى الانشقاق والذين ما تتمكنوا من السلطة عاثوا في الأرض فسادها يعني نحن نتكلم عن عشرية الخراب وعشرية الدمار يجب أن نتكلم عن عشرية الخراب وعشرية الدمار لكن الحديث عن عشرية الخراب والدمار لا يمنعني من القول أنا أتميز وأختلف مع الرئيس في بعض الأشياء ومنها بعض القرارات التي صدرت عقبة 25 جميل ومنها حتى القضاءات وأنا أدافع عن بعض القضاءات المعزولين ولست من الفاسدين واضح شكرا وغير كيف رد علي إن استطعت